يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله كيف يكون النهي عن المنكر بالقلب إذا عجز عن اليد وعن اللسان ما يقدر ينكر المنكر بيده ولا يقدر ينكر المنكر بلسانه لأنه لو تكلم يعاقب يمنع من هذا أو يقتل فهذا ينكر المنكر بقلبه ويتجنب المنكر وأهل المنكر ومكان المنكر يعتزل نعم يقول فضيلة الشيخ ورسول صلى الله عليه وسلم يقول فإن لم يستطع يستطع بقلبه نعم